أمر النائب العام بحبس ثلاثة أشخاص متهمين بخطف طفل المحلة حيث تلقت النيابة العام بلاغاً من والد الطفل المخطوف في التاسع والعشرين من شهر أغسطس الحالي وتزامناً مع ورود البلاغ رصدت وحدة الرصد والتحليل في إدارة البيان بمكتب النائب العام انتشاراً واسعاً لمقطع مرئي في مواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من آلة مراقبة صور لحظة ارتكاب المتهمين وقاعة الخطف وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة حيث عينت النيابة مسرح الجريمة وشهدت المقطع المصور المتداول وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة وصولاً إلى مرتكبيها فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان وجود اثنين منهم فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما والذين أرشداء عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وعن مكان وجود المتهم الثالث وقد استمعت النيابة العامة لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومجرئ التحريات ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة ثم استجوبت المتهمين فيما نسب إليهم فأقروا بارتكابهم الجريمة على نحو ما توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة ترجمة نانسي قنقر